بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين سينكسار اليوم السابع عشر من شهر توت المبارك تذكار الاحتفال بالصليب المجيد في كنيسة القيامة استشهاد القديس قسطور القس نياحة القديسة ثاغنصطة نياحة القديس المعلم جرجس الجوهري في مثل هذا اليوم من سنة ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ميلادية احتفل بطاركة الكنائس المسيحية وهم البابا القديس أثنسيوس الرسولي بطرياركو الإسكندرية وبطرياركو القسطنطينية وبطرياركو أنطاقية والقديس ماكريوس بطرياركو أورو شليم بأنطافوا بالصليب المجيد في كنيسة القيامة باحتفال عظيم وسجدوا للرب وأقاموا الصلاوات والقداسات ومجدوا الصليب ثم وضعوه في الموضع المخصص له داخل خزانة من الفضة ويوافق هذا العيد أيضا ظهور علامة الصليب المجيد للإمبراطور قسطنطين الكبير وهو ذاهب لمحاربة الطاغية ماكينتيوس بن ماكسيميانوس سنة 312 ميلادية وذلك أنه رأى أثناء الظهيرة في السماء ومعه الضبات والجنود علامة الصليب المجيد من نور عظيم أبهى من نور الشمس وتحت الصليب كلمات بهذا تغلب فتشجع وتشدد وانتصر في الحرب بقوة الصليب المجيد مما كان له أبلغ الأثر في قبوله الإيمان المسيحي بركة الصليب المجيد فلتكن معنا آمين وفيه أيضا استشهد القديس أبو قستور القس في أيام الإمبراطور ديقليديانوس في القرن الرابع الميلادي ولد هذا القديس في قرية بردنوها بمركز مطاي محافظة المينيا بصعيد مصر من أبوين مسيحيين وقد ربياه على الفضيلة والتقوى رسم شماسا فلازم الكنيسة بعد ذلك تزوج ورسموه قسا على كنيسة بلدته فرعى الشعب أحسن رعاية وقد أنجب ابن أسماه أفراهام على اسم والده وابن اسمها درمودة كبر القس قستور في العمر وأصبح كاهنا وقورا ذا شيبة صالحة وكان محبوبا من شعبه ولما أثار ديقليديانوس الاضطهاد على المسيحيين أخذ قستور القس يجول بين شعبه يثبتهم على الإيمان المستقيم وذهب إلى بلدة القيس وهي تابعة لمركز بني مزار محافظة المينيا عاصمة المنطقة والقريبة من بلدته ليفتقد المسيحيين المسجونين بسبب إيمانهم بالمسيح وكان يثبتهم ويشجعهم ولما بلغ الوالي أن القس قستور يشجع المسيحيين على الثبات في الإيمان وعدم السجود للأوثان أمر بالقبض عليه وإحضاره مع المسجونين للتعذيب الشديد فعذبوه بكل أنواع العذاب وكان الرب يعزيه ويقويه ويشفيه بعد ذلك أرسله الوالي إلى والي مصر القديمة وكان اسمه كالكيانوس ليعذبه وبعد أن عذبه كثيرا وظهرت منه معجزات وعجائب كثيرة أثناء سجنه وتعذيبه أرسله إلى والي الإسكندرية فعذبه هو أيضا بشدة ثم سقاه سما مميتا فلم يضره لأنه رشم الكأس بعلامة الصليب قبل أن يشربه ولما تعب من تعذيبه أمر بقطع رأسه وكان عمره في ذلك الوقت يقرب من مائة وعشر سنين وبينما هو يصلي قبل تنفيذ الحكم ناداه صوت من السماء قائلا يا حبيبي قسطور تعال إلى موضع الراحة ثم قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة وقام القديس يوليوس الأقفخصي بكتابة سيرته وتكفين جسده وأرسله إلى بلده بردنوها وهناك استقبله أهلها بالتسابيح والألحان وحملوه إلى بيته حتى انقضى زمن للطهاد فبنوا كنيسة على اسمه كرست في اليوم السابع عشر من شهر أمشير بركة صلواته فلتكم معنا آمين وفيه أيضا تنيحت القديسة فأغنصت وذلك في أيام الملكين أركديوس وأونوريوس وكانت تقيم بدير بالقرب من روما فوقعت أسيرة في يد رجال حاكم الرهى حيث قدموها له فاتخذتها زوجة الحاكم كجارية لها مرست الراهبة فأغنصت المسبية عملها ببهجة ورضا فأنجح الرب طريقها وأعطاها نعمة في عيني سيدتها فأقامتها رئيسة على كل العاملات بالقصر أما هي فكان قلبها متعلقا بالحياة السماوية تمالس نسكها وصلواتها بجهاد عظيم وحدث أن تعرض ابن الحاكم لمرض شديد وفشلت كل إمكانيات الأطباء في شفائه فطلبت أمه سيدتها منث أغنصت أن تصلي لأجله فبسطت يديها وصلت إلى الله أن يتمجد في هذا الابن الوحيد لأجل خلاص الكثيرين ولما انتهت من صلاتها شفيت طفل في الحال فحررها الحاكم من العبودية وأعطى لها مكانا منفردا كطلبها فأقامت متعبدة فيه لله بلا انقطاع وبعد أيام قليلة مرضت زوجة الحاكم فطلبت أغنصت لتصلي لأجلها فوهبها الله نعمة الشفاء بصلاتها ثم خرج الحاكم إلى البرية ذات يوم ليصطاب فظل الطريق حينئذ تذكر القديسة فأغنصت وكيف تلتجئ إلى السيد المسيح في الضيقات وترشم ذاتها بعلامة الصليب فتنال قوة إلهية فصرخ الحاكم وطلب من السيد المسيح إلهي فأغنصت أن ينقذه وإذ به يرى علامة الصليب من نور تتقدمه حتى دخل المدينة ففرح به شعبه واستدعوا القديسة فأغنصت لكي تبشرهم بالإيمان بالسيد المسيح فتهللت جدا وبشرتهم بالإيمان وطلبت من الحاكم أن يرسل إلى الإمبراطور أنوريوس لكي يرسل لهم كاهنا تقية فأرسل لهم قسا يدعى ثأو فانيوس الذي صار يكرز مجاهدا بالإيمان حتى آمن الجميع وسيما ثأو فانيوس أسقفا على الرهى كطلب الحاكم والشعب وكانت القديسة ثأغنصت تقوم بخدمة النساء وسمح الله لها بمرض قصير وتنيحت بسلام بركة صلواتها فلتكن معنا آمين وفيه أيضا من سنة 1810 ميلادية تنيح القديس جرجس الجوهري كان المعلم جرجس الجوهري من مشاهير الأقباط في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وهو شقيق المعلم إبراهيم الجوهري ونيحته في يوم الخامس والعشرين من بشنس وقد تربى مثل أخيه في كتاب مدينة قليوب كنظام ذلك العصر فتعلم القراءة والكتابة والحساب علاوة على العلوم الدينية واللغة القبطية ولما كبر أشركه شقيقه المعلم إبراهيم الذي كان يشغل منصب رئيس كتاب مصر وهي وظيفة تشبه وظيفة رئيس الوزراء حالية في الأعمال والأمور الكتابية فكان له خير معلم وأفضل مرشد وكانت ملازمته لأخيه ذات أثر فعال في مستقبل حياته وسببا في نجاحه عندما تقلد منصب رئيسة المباشرين وهي وظيفة تشبه وظيفة رئيس الوزراء حالية بعد نياحة أخيه المعلم إبراهيم الجوهري وقد باشر المعلم جيريس شؤون وظيفته في أربعة عهود مختلفة في حكم المماليك ومدة حكم الحملة الفرنسية ومدة حكم الأتراك ثم أول حكم محمد علي باشا وقد لاقى شدائد كثيرة وكان عظيما نفس كريما في العطاء يوزع على الفقراء والمساكين والكنائس والأديرة الأموال الكثيرة خصوصا في المناسبات كما أنه ساعد الباب مرقص الثامن في بناء الكنيسة المرقصية الكبرى بالأسبكية ومقر البطرياركية المجاور لها من أملاكه وأملاك أخيه الذي كان قد حصل قبل نياحته على فرمان من الباب العالي ببنائها هذا وقد عينه الباب مرقص الثامن ناظرا على كثير من كنائس القاهرة ومصر القديمة وذلك لمحبته للكنائس واهتمامه بتعميرها والعناية بها مرض المعلم جرجس في أواخر حياته ثم تنيحا بسلام ودفن بجوار شقيقه في المدفن الخاص بهما بجوار كنيسة مال جرجس بدرب التقى بمصر القديمة ولا يزال قبرهما موجودا حتى الآن وفوقه كنيسة صغيرة يصلى فيها في تذكاراتهما بركة صلوات هذا الأرخن القديس فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين دفنار اليوم السابع عشر من شهر توت المبارك تذكار ظهور الصليب المجيد الذي لربنا يسوع المسيح السلام للصليب ميناء الخلاص فخر وتهليل الأرثوذكسيين السلام للصليب المركبة المضيئة التي ركب عليها ملك المجد السلام للصليب القضيب الكريم الذي به غلب موسى السحرة السلام للصليب شجرة الحياة التي دل عليها رئيس الآباء السلام للصليب الذي أبصره قسطنطين في الحرب السلام للصليب الذي صار مرشدا لجنس آدم إلى الفردوس السلام للصليب قضيب الملائكة معطي الحياة لكل أحد السلام للصليب العلامة المقدسة التي بالحقيقة تطرد الأرواح الشريرة السلام للصليب رسم الإيمان الذي أعطي للكنيسة السلام للصليب خشبة عدم الموت وواهب الحياة الذي صلب الرب عليه السلام للصليب السلاح القوي الذي أعطيناه نحن المسيحيون السلام للصليب العلامة الحقيقية الرسم المخلص للذين يرشمون بعلامته السلام للصليب الروح المحي الذي في قلب كل المؤمنين به السلام للصليب رجاء الخلاص وإكليل فخر القديسين السلام للصليب الإناء المختار الذي رفع عليه مخلصنا يسوع السلام للصليب مقيم الأموات أمام الذين أبصروه السلام للصليب الذي طلبته هيلانة حتى وجدته السلام للصليب الذي سجدت له الملكة أمام الجميع نسجد لصليب ربنا يسوع السلاح القوي الذي لله الآب نسجد لصليب مخلصنا الأعلامة المخلصة بقوة الصليب العالية يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا اشتهت هيلانة الملكة أن ترى خشبة الصليب المقدسة الذي صلبا رب المجد عليه ولم تمل البتة أن تطلبه باشتياق حتى وجدته باجتهاد من قبل إيمانها به الفرح اليوم صار في السماوات وعلى الأرض من قبل ظهور الصليب المحي الصليب نسجد له خشبة عدم الموت الخشبة الغافرة للخطايا التي صلب رب المجد عليها لأن هيلانة الملكة قامت وأخذت ثلاثة آلاف جندي ومضت إلى أورو شليم تطلب الصليب ثم ذهبوا معها إلى موضع الجلجثة الإقرانيون فصلى يهوذا قائلا أيها الرب الإله ضابط الكل أدوناي رب الصاباءوت الجالس على الشيربين اظهر لنا يا من قاس السماء بشبره والأرض بقبضته اظهر صليبك لكي يتمجد اسمك القدوس وفي تلك الساعة افترقت الأرض إلى ثلاث طرق وأعبق طيب رفيع عظيم الكرام فلما حفروا أخرجوا ثلاثة صلبان معه ولكن لم يعرفوا أي من إحداها هو صليب مخلصنا وفي تلك الساعة جازوا بميت فأمر يهوذا أن يضعوا الميت ولما وضعوا عليه الأول والثاني لم يقم وإذ وضعوا عليه الثالث جلس الميت فخرت هيلانة الملكة وسجدت له وجميع الشعب معه صارخين قائلين مبارك الرب يسوع وصليبه المحي الذي صلب عليه حتى خلص شعبه السلام لك أيها الصليب علامة الظفر التي أعطيت للمسيحيين أن يتقووا من جهتها السلام لك أيها الصليب الشجرة التي في الفردوس التي أغصانها العطرية تحيي كل أحد السلام لك أيها الصليب علامة الخلاص الذي رآه قسطنطين مضيئا في وسط السماء السلام لك أيها الصليب الذي طلبته الملكة هيلانة باجتهاد حتى وجدته مع المسامير السلام لك أيها الصليب الذي جعل في المياه المرة حلاوة وشربت منه شعوب المؤمنين السلام لك أيها الصليب الذي استحق أن يؤمن به إسحاق السامري وكل الذين معه السلام لك أيها الصليب فخر المسيحيين الذي صلب الرب عليه حتى خلص شعبه السلام لك أيها الصليب المنارة الذهب المصفة التي أوقض عليها المصباح الذي هو عمانوئيل السلام لك أيها الصليب قضيب خشب اللوز الذي قطر دم الحمل عليه السلام لك أيها الصليب الرسم الذي يحل في يدي العلي مثل تاج مزخرف السلام لك أيها الصليب العود الذي صلب عليه الرب إذ بسط يديه وجذب إليه كل أحد من قبل شجرة واحدة نفي آدم إلى خارج الفردوس ثم رد إلى ردبته دفعة أخرى من قبل عود الصليب مبارك سيدنا يسوع المسيح